تعملي ايه؟ بلبس هدومي عشان نوض قعدة اخواي ما تكبريش الحكاية بقى يا رجل بهذر معاك ما انا عارفة ان المسائل دي مش عايزة حد يكون بيفكر كتير قاديك ولتقى بعظمة لسانك الواحد ما بيبطلش تفكير ليل نهار تعارفة مشاكل البلد عويصها قد ايه؟ انت باين عليك خدت كلامي جد وزعلت ابدا نوحياتك امال بتلبس ليه؟ اهو يا دوبك بقى عشان المدام ما تعملها ليش حكاية اما امرك عجيب يا عبد الحميد ديه طب وهي المدام هتعملك حكاية ليه؟ ولا حتى هتغير عليك ليه؟ ما هقدر الناس بحالتك وعارفة انك في تفكير ليل ونهار؟ بيبقاش وشك مكشوف قوي كده وغطي وشي ليه وانا كشف رجلي على طول تذكرتي؟ انا بقولي الحقيقة تصبحي على خير استنى خد دي هداية مني ليك بمناسبة اول زيارة ليه بعد غيبة طويلة ايه دي؟ كريستالة تنفع تقالة ورق علشان تحط حاجة مني فوق قراراتك المهمة والعلمك دي نادرة مفيش اختها في مصر ملاقاش لزوم عندي كمان حتفكرني بالموقف اللي اللي كنت فيه الليلة وزا كان حكون فيه بنا وبن بعض هدايا فدواجب علي انا باي حاضر يا فنة تعليمات سيادتك هتتبلغ وتتنفس فورا يا فنة حاضر يا فنة اه حاضر حاضر يا فنة مع السلام يا فنة مع السلامة مع السلامة ايوا يا برهام لا يا فنة بس اه بس ايه تكلم في واحد صاحبي في مباحث امن الدولة كان دي مشكلة في الشغل يكلم اللي هو ناديم يخلصها له وقالتلك قبل كده الحاجات اللي زي دي تصرف فيها بنفسك يا برهام لا يا فنة الحكاية مش كده ومالقي الحكاية هو صاحبي زي ما قلت لساعتك ما عرفنا انه صاحبك ها يعني بيقولي ان جالهم تقرير النهاردة الصبح ان ساعتك كنت ببيت الرقاصة سونيا سليم دا كلام فارغ وقالت ادب الناس دي مش حارفة شغلها كويسة وانا صقيح كنت في العمارة اللي فيها سونيا سليم انما كنت بزر واحد صاحبي واصف فايز يا اخي ما انت عارفه يبقى كل اللي دخل العمارة رايح لي سونيا سليم يبقى ثاهموا كده حاضر افندم برهام افندم بتوعها من الدولة دول زودوها اوي بيرقبونا احنا كمان ولا ايه لا افندم هم اصلا كانوا بيرقبوا الرقاصة سونيا سليمي عن الشغلون صح يرقبوا ساعدتك ازاي انت عندك حصانة فاهم بساهم عالي ازنك افندم برهام تحت امرك افندم سونيا سليم دي قلق و مخام و طيور ما انت شفتها و عارفها ده كان زمان يا فندم دلوقتي الوضع اختلف عندك حق الوضع اختلف كتير خلصني منها اي حاجة تعوزها نافذها لها المهم صوتها مايوصلنيش تقولك بقى انها عليها الشهباندر تقولك انها وزيرة الشؤون الاجتماعية حتى ما تتدبش وخلي بالك حرفا كويس ان السيادتك كلمتني بدلي عشان اخد اجازة ليلاتها يا فندم العفو انت تقمر مع السلامة شافيق اعمل حسابك عندنا فرح مهم يوم الخميس فرح من بتوع رجال الدولة الكبار اه يعني اعطى لو غرامة وهدفع فلوس الفرقة ولا انت اللي هدفعيها ايه جرق ايه مش بردوس منا بحرس وصينو سعب الحميد دي رقفت؟ لا المرة دي واحد اكبر من سعابده بكتير يلو موسيقى دلوقت حرميها في الهو و هي نزلة و قالها ابقي منديل كبير عاوزين لون المنديل ايه؟ احمر يعني عملوكم العصايا دي منديل احمر و كانوا منديلين الثاني لون هو ايه؟ اخدر قولوا معايا واحد اثنين اثنين راحت العصايا بات منديلين منديل احمر موسيقى هااااااا! موسيقى عشان خدت نسمي ليسي hindqa يو bathing اغني ياعم tear عاض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة